النادي المصري البورسعيد يتشرف بدعوة السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد والسادة رجال الأعمال ومحبي النادي لدعم النادي ماديا في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في الموارد المالية خاصة وأن الفريق الأول بصدد استكمال مسابقة الدوري العام كما يعلن مجلس إدارة النادي عن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيدي وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن بمعنى إيه؟ بمعنى أن الفريق المصري البورسعيدي أو نادي المصري البورسعيدي الذي كان معترضا على استقناف مسابقة الدوري بسبب الضائقة المالية لما اكتشف أنه لازم يلعب مسابقة الدوري ويستقنفها لأنه ما فيش أي بد من أنه يدعو محبيه للتبرع من أجل إنقاذ النادي معنا على التليفون الأستاذ حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي حسن أهلا بيك منوارنا بنورك ياني بمسي عليك وعلى كل مشاهدينك ومتابعينك يارب تكون بخير ياربنا يخليك يارب ليه وصل الأمر لحد فتح باب التبرعات للنادي زي ما انت قلت احنا خلال الجلسة اللي جمعت اللجنة الخمسية لاتحاد الكرة مع الأندية منها النادي المصري شرحنا الوضع كامل اللي احنا عندنا مستحقات لبشر كريعة تتخطى لعشرة مليون جنيه وعشان أقدر ألبي الشرطات الاحترازية ولقائية اللي وضعتها اللجنة الطبية يعني في موضوع الإقامات اللي كل اللعب في قوضة وأكله جيله لوحده والانتقالات والبساط أكتر من باس وكلام ده لازم يكون عندي موارد ما ليه أقدر أوفي بيها الكلام ده كل زائد ان النادي المصري نادي بيلعب التمنتاشر مبرارة لفضلله خارج بورسعيد فيما معناها اللي أنا هلعب هعمل معسكر كامل لمدة تلقى ثلاث شهور على الأقل خارج بورسعيد وده هيكلفت حوالي ستة سبعة مليون جنيه وده طبعا مش هقدر أوفي بيه في ظل الظروف الحالية الظروف الحالية من ساعة فيروس كورونا توقف كامل الإرادات اللي بتدخل للنادي من دعم سيد المحافظ من مساعداتنا لدى الشركة الرعية من اشتراكات من أكاديميات من إيجار المحلات كل ده توقف كل الإرادات استبتل للنادي المصري توقف طيب أنا كنادي مصري من الأندية الأولئلة في الدوري اللي الحمد لله قدرت توفي بمستحقتها لكل الناس للأجهزة الفنية للعيبة لجهاز الإداء طيب وقدرت في نفس الوقت أتواصل مع عمل اتفاقية بخصم 50% من مساعداتهم طوال فترة التوقف لكن جينا النهاردة وخلاص أنا مش قادر أكمل ونشدنا سيد الوزير عدل غضبان محافظة بورس سعيد اللي دايما في ظهرنا وبيدعمنا مادية نمع نوية ونشدنا سيد الوزير أشرف صبحي أيها أنه عندنا مشاكل مادية كبيرة والمشاكل دي ما كانتش هتحسن لكم أن نوصل للمحافظة دي لو لا وجود فيروس كورونا والظروف الإبصادية المصاحبة دي طيب هل كان ممكن تحصلوا على دعم بدون الدعوة لجمع التبرعات؟ يعني ما كانش فيه أي موارد أخرى حتى وإن كانت مش موارد من جانب النادي لكن موارد دعم غير التبرعات؟ احنا حاولنا كل الطرق وصلنا لكل يعني الأطراف المرتبطة بالموضوع زي ما قلت لك كده سيدة المحافظة الوزير بنحاول في الفترة دي بنسرع بموضوع الاشتراكات عشان نقدر نلمع إفروس لكن المصاريف اللي علينا المتوقع أكبر بكتير من اللي ممكن يدخل من إرادات النادي المتوقفة بقالها فترة وهتاخد وقت عشان ترجع لطبيعته في نفس الوقت أنا لقينا أن مثلا نادي زي أسوان ونادي طنطة الوزارة واللجنة الخماسية هيتكفلوا تماماً بمعسكر كامل ليهم طوال فترة عودة الدور طب فين بقى العجل من تكافؤ الفرص أنا عن نفسي عايز أرجع لعب فور سعيد بس نظر للظروف الملعب مش قادر أرجع بداخل التطوير فمش قادر أرجع فور سعيد فغاز من عني هلعب بره طب هلعب إزاي وأنا عندي كل المصاري فتاها جاي دائد مستحقات بقى الطبعي بقى اللاتينة مستحقات جهاز فني أو لعيبة كمكافئات طب الكلام دا كله هايجي منين وأنا ما عنديش وعد رسمي إمتى الشركة الرعية هتبتدي تديني مستحقاتي تمام طيب سؤالين مرتبطين بنفس الأمر ماذا لو لم تحصلوا على التبرعات اللي انتوا عايزينها سواء من المحبين أو من رجال الأعمال إيه الموقف بما أن لجأتوا من المرحلة دي لو داما نفسه ما جابش حالة تعملوا إيه؟ خليني أقول لك على نقصي مهمين جدا فور سعيد دايما غنية بأولادها ورجال أعمالها ومحبي النادي ودايما متعودين منهم في الظروف الصعبة والأزمات بيقفوا بظهر النادي وهديك مثلا أنه مش أول مرة مجال في إدارة الأندية النادي المصري بيطلبوا الدعم من جماهيرهم أو رجال أعمالهم وفيه يعني على مدار التاريخ كان مثلا فيه كابتن محمود الجهري ما جامسك النادي المصري طلب لعيبة وكانش فيه موارد مالية وفعلا كان فيه التفاف شعبي وجماهيري حول هذا الموضوع وفعلا دبروا له كل الموارد المالية تحت واسقين جدا في جماهيرنا وفي رجال أعمالنا إن شاء الله بإذن ربنا الفترة اللي جاية دي هيقدروا أقفوا في ظهر النادي مع طبعا مناجدتي للسيد الوزير أشرف صبحي والسيد الوعدة لغضبان محافظ بورسعيد إن إحنا إن شاء الله يقدروا يدعمونا في الفترة الجاية عشان نقدر نكمل المسيرة وانحقق طموحات الجماهير النادي المصري في مركز يعني لا يقل عن المركز الرابع أو المربع من عشر سنوات تقريبا الزمالك من خلال رئيس وقتها المسشار جلال إبراهيم كان عمل خطوة شبيهة بالخطوة دي في حملة سمها وقتها ناديك يوناديك بسبب ضائقة مالية بعد ما خد موافقة الوزارة أو الجهة الإدارية إنه هو يفتح بنك أو حساب بنكي علشان يتلقى تبرعات المحبين وقتها قطاع كبير من جمهور الزمالك يعني استاء من هذه الخطوة ورأها تقليلا من نادي كبير بحجم الزمالك هل لقيته برد فعل شبيه من جمهور المصري على الخطوة اللي عملتوا النهاردة؟ تقريبا بس خليني أقولك طبعا البعض زي ما أنت بتقول كده هو مش بتقبلين الفكرة لكن خليني نقول إحنا كنا بنوضح في البيان ده إيه هي حقيقة الموقف بكل شفافية يمكن البيان قاسي زي ما احنا قلنا شوية لكن مش عيب اللي أنا أوضح لجماهيري إيه هي حقيقة الموقف اللي إحنا نديني بيه على فكرة خلال الأربع شهور اللي فاته كنا كل مرة بنطلع وبنتكلم بنقول اللي إحنا فيه أزمة مالية جاية في الطريق فيه أزمة مالية جاية في طريق لأن إحنا لو ما كانش حطرت الظروف الاقتصادية المصعبة لكورونا ما كناش هنحتاج لإحنا نعمل كل ده إحنا قدرنا ننمي الموارد في كذا حاجة عشان برضو نشرح للجمهور إحنا قدرنا نعمل ننشي أندية اجتماعية ده خالتنا أكتر من 15 إلى 20 مليون جنيه رفعنا قيمة عقد الرعاية من 15 مليون جنيه لغاية 25 مليون جنيه كثالث أكبر الأندية المصرية أجردنا كل المحلات الفاضية في سور النادي الاجتماعي كل ده وأكاديميات بتاعتنا زادت بطريقة ملشوظة قدرت تساعد في موارد النادي مصري كل ده دي هادة في الموارد تاعت النادي مصري قدرنا نوصل بيها اللي إحنا مزنيتنا تتخطى المية والـ 120 مليون جنيه وقدرت في نفس الوقت تغطيني وتوصلني للمركز الرابع في الدولة لمدة 3 أو 4 سنين على التولي بشكرك أستاذ حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي على التوضيحات الخاصة بطلب المصري البورسعيدي الدعم من محبيه